على بعد 120 كم غرب المكلة ثمت مناجم تحوي الذهب وبالتحديد في منطقة وادي مدن النزول الميداني الذي نفذته هيئة المساحات الجيولوجية والثروات المعدنية في محافظة حضرموت كان الغرض منه دحض كل الشائعات التي انتشرت في وسائل الإعلام والمتعلقة بتهريب المعادن خارج المحافظة النزول إلى وادي مدن شمل مناجم يعتقد أن الذهب يستخرج منها لتهريبه وما أكدته نتائج النزول الميداني أن العمل متوقف منذ عام 2009 رغم تعاقب شركات محلية وخارجية للعمل في المناجم زي ما رأيتم المناجم تم فيها دراسات استكشافية ولم يتم فيها دراسات ولم يتم فيها عمل استغلال إذا فيه استغلال هناك فيه تصدير بس في المحافظة كامل لم يتم استغلال الدهب زي ما شفتم هذه المناجم الموجودة على مستوى المحافظة على مستوى البلاد كامل هذه منجمها معنا منجم كيلو وماتين متر ومنجم تمامية متر ولليوم هذا لم يستغل هذا الدهب ضمن هذه المناجم اكتشاف الذهب في حضر موت كان أواخر السبعينات وبدأ الحفر في منتصف الثمانينات ووصل عمق المنجم الرئيسي إلى ألف ومائتي متر أفقيا إضافة إلى مناجم فرعية أخرى إلا أن اتفاقية الأعمال الاستكشافية انتهت عام 2016 ذكرنا في التواصل اللي تماعي خلال الفترة الماضية كثير من الحديث عن وجود استثمارات الدهب في حضر موت البعض يقول خمسة والبعض يقول سبع مناقة وحد يقول ثمانية ويحدده كل من جم ينتج ونحن كوزارة المالية لا توجد عنها أي معلومات بهذا الموضوع وزارة المالية عدن ولا يورد أي إيراد وحبينا أن نتكلم هذا الموضوع فقمنا بالنزول الرسمي اللي هي الموصة العامة بعدن وقالوا لا يوجد عندهم معلومات فقط يعرفوا أن يوجد من جميل في وادي مدن قبل الوحدة دراسات المشروع السوفيتي أوضحت أن نسبة الذهب تتراوح بين 13 إلى 15 جراما في الطن الواحد وهذا غير بقية المعادن كالفضة والنخاس المتواجدة في وادي المحمديين ومنطقة المسيني والتي من شأنها تعزيز الاقتصاد القومي في حالة تصديرها موسيقى المشروع موسيقى